السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوف نشرح اليوم طريق استعمال تطبيق أوتوكليك للمبتدئين أو تطبيق الضغط التلقائي لكن قبل ما نبدأ في الشرح أرجو إشتراك في القناة وتفعيل جرس ليسلك كل جديد ودعم فيديو بلايك تحفيزينا على ناش المزيد ونبدأ لبارك الله سنشرح اليوم طريق استعمال تطبيق أوتوكليك نقوم أولا بتنزيل تطبيق من متجر جروبلاي كما تلاحظون نقوم بكتابة اوتوكليك هكذا عفوا نقوم بتشغيل انترنت نقوم باختيار هذا التطبيق كما تلاحظون نقوم بتثبيته نقوم بتثبيته السابقة بعد تثبيت التطبيق نقوم بالضغط على خيار فتح فاتذر هذه الواجهة الخاصة بالتطبيق نقوم بالضغط على خيار موافقة هنا ثم نقوم بالضغط على خيار تطبيق ثم نقوم بالضغط على الموافق على الشروط كما تلاحظون هكذا السماح بالتحكم كامل الجهاز نقوم بالضغط على السماح ثم نقوم بالأوداء بعد ذلك يظهر هذه الواجهة يوجد خيال أول وهو وضع الهدف الواحد أو الزر الواحد يمكن تمكين هنا وضع الزر الواحد فقط وتقوم به سنقوم بشرح هذا التطبيق نقوم بالذهب إلى تطبيق تيك توك مثال كما تلاحظون تظهر هذه الواجهة هنا الزر يمكن تحريك أي وضع الزر في أي مكان كما تلاحظون في الإعجاب أو أي مكان تقوم بوضعه وهنا تقوم بتشغيل التطبيق من هنا تشغيل هكذا من هذا السهم نقوم بتشغيله هكذا كما تلاحظون يتم الضغط تلقائيا ويمكن إيقافه عن طريق الضغط على علامة المربع كما ترون هنا يظهر خيار التحكم في السرعة نقوم بالضغط على الإعدادات كما تلاحظون ثم نقوم باختيار هنا السرعة في الثانية مثلا نقوم بوضع 50 ميلي في ثانية هكذا ونلاحظ ثم نقوم بالضغط على التشغيل كما تلاحظون سرعة هذا المؤشر هذا الخيار الثاني هو وضع عدة أزرار كما تلاحظون وضع عدة أزرار نقوم بالضغط على خيار تنكين فتظهر هذه الوجهة علامة الزائد هنا يمكن إضافة زر كما تلاحظون إضافة أي زر يمكن إضافة أكثر من زر كما تلاحظون ويمكن اختيار موقع تقوم بالضغط هكذا ثم تقوم باختيار هنا يمكن اختيار ميلي ثاني أو ثانية يمكن الضغط هنا كل 10 ثواني والزر الثاني يمكن أيضا اختيار الضغط كل 45 ثانية ثم هنا الزر الثالث تقوم بوضع 60 ثانية كما تلاحظون يقوم بالضغط الزر الأول ثم الثاني ثم الثالث ويمكن اختيار عدد وقت لاختيار الزر واذا اردت مسح ايزا نقوم بالضغط على علامة ناقص كما تلاحظون عندما تقوم بالضغط على علامة ناقص تقوم بالضغط بمسح ازرار التي قمت بوضعها اما علامة سهم هذا فتظر هذه الوجهة كما تلاحظون يظهر الزر وهذا للسحب الاعلى نقوم بالذهب مثل اذا الفيسبوك نقوم بالضغط على الفيسبوك حساب فيسبوك خاص بنا ونلاحظ نقوم بإضافة الزر ونجرب مثال نقوم بإضافة زر هذا نقوم بمسحة جميع أزرار ونقوم بوضع هذا الزر هنا يمكن السحب لأعلى أو لأسفل مثال نقوم بالسحب الأسفل نقوم بالضغط على التسعين كما تلاحظون يتم السحب إلى أعلى وإذا أردت أكس الجهة نقوم بوضع هكذا كما تلاحظون ويمكن أيضا إضافة زر معه يمكن إضافة زر هنا يمكن الضغط على التمرير والضغط إذا أردت مشاهدة الفيديوهات في التيك توك يمكن الضغط هكذا نقوم بالتشغيل كما تلاحظون يتم الضغط والسحب هكذا هذا فيما يخص هذا التطبيق أرجو أن يأجبكم الشرح وشكرا على المتابج